ركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب نعلم بأنها كلام الله وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بها والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يماثل كلام الخلق وأنه منزل لا مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتير نؤمن بجميع الكتب ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والصلاة ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أخبارها وأحكامها ونؤمن أن القرآن نسخ هذه الكتب فلا نطالع ولا نعمل إلا بما جاء في القرآن ونؤمن أن القرآن لديه كل هذه الكتب ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى والله أعلم والله أعلم